اشتركوا في القناة مواجهة الدهاب في القاهرة لصالحهم بهدفين لهدف واكدت مواقع مختصة من مصادر مطلعة بان سعيد الناصري رئيس فريق الوداذ الرياضي سيمنح لعبيها مبلغ 25 الف دولار في حالة تتويج بلقب كأس الامير الصمراء اي 25 مليون سنتيم وما فوق ولا يريد مسؤولية الاحمر الافصاح للعبين في الوقت الحالي عن قيمة المقابل المادي الذي سيمنحه اياهم في حالة تتويج بلقب افريقيا الى حين اقتراب موعد اللقاء النهائي خيشية ان يؤثر على نفسيتهم ويشتت تركيزهم قبل موعد المباراة الحاسمة ضد الاهل المصري رغم انه قرر بصفة النهائية ان المنحة المالية ستكون كبيرة من اجل مكافأة جميع عناصر الفريق بعد الجهود الكبيرة التي بدلوها طيلة الموسم لغاية الوصول للمباراة النهائية لابرز بطولة للاندية في القارة السمراء يفاجئونك حين تقول ان الوداد لن تبلغ سيبلغون السنة الماضية لم يتعاقدوا في الميركاة الشتوي وتوزنا هذا العام تم تغيير المدرب لاربع مرات ماذا تظنون؟ ص ماذا تظنون؟ ماذا تقولون؟ اول اomi